موسيقى سلام الله عليكم العالم ما بعد كورونا كيف سيتشكل وما التبعات ركود اقتصادي بدأت معالمه بهبوط أسعار النفط لهذا الشهر في الولايات المتحدة ارتفاع نسب البطالة والفقر وإفلاس الشركات أما في السياسة والعلاقات الدولية أسئلة كثيرة حول العولمة وانهيار أنظمة وإسقاط حكومات وحول المسار النيولبرالي واستمرار الرأسمالية وهنا يشبه المفكر الأمريكي نعم تشوميسكي ما يجري بحافة الكارثة المرعبة هي أسوأ من أي شيء حدث للإنسان عبر التاريخ وتتمثل في تهديدين الأول هو التهديد المتزايد باندلاع حرب نووية والآخر هو التهديد المتزايد للاحتباس الحراري ويمكن التعامل مع التهديدين لكن لا يوجد الكثير من الوقت لتداركهما ففيروس كورونا يمكن أن تكون له عواقب مرعبة ولا يمكن بعدها العودة إلى الوراء حتى لو تم التعافي وحدث الانتعاش مفكرون أولا فلاسفة يبشرون بعالم جديد بعد كورونا صعود للشرق ممثلا بالصين في مقابل انخفاض النفوذ الأمريكي فلاذا ممكن؟ وفي سياق ذلك رؤساء دول وسياسيون يتوقعون الأسوأ كيف سيكون المخاض وما التأثيرات؟ هي أزمة أنا أتصورها غير مزبوقة على مستوى العالم كله لم يعني يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم كله نحن نتكلم النهاردة فاكتر من 177 دولة انتشر فيها هذا الوباء وبالتالي تأثيراته هتبقى تأثيرات كبيرة جدا جدا يعني أتصور أن حيبقى شكل العالم مختلف كتير عن قبل هذا الأمر والتأثير الاقتصادي اللي نحن نتكلم عليه حيبقى تأثير عميق جدا جدا حتى مع الدول التي استطاعت أن هي تحتوي هذا المرض ويبقى في أقل حدوده وإذا كان العالم سيتغير منعكس ذلك على الإقليم والوطن العربي ولا سيما على القضية الفلسطينية والملفات الشائكة في المنطقة لعبة الأمم حياكم الله معنا للنقاش من بكينة السفير السوري في الصين الدكتور عماد مصطفى سعد الله مساءك سعد السفير هنا في السوديو البيعاء الشؤون الدولية الدكتور أحمد طحان دكتور حياك الله تسمح لي أبدأ معك من السؤال الحلقة أو السؤال الكبير في هذه الحلقة أن العالم يتشكل من جديد ثم تتغييرات عميقة تطال ربما بنيت النظام الدولي بعد انحسار أزمة كورونا ما هي الأدلة على مثل هذه الاستنتاجات؟ أنت معها أو لا؟ بالتأكيد أن الدنيا تتغير وهناك تحلل واضح جدا للنظام الذي كنا نعرفه على أساس أنه نظام رئيس مالي وهناك شبه موت لبعض المفاهيم ولا أريد أن أقول موت الغرب وإنما أريد أن أقول وبكل جرأة موت الايدولوجيا المادية التي تغلفت بالمفهوم الرئيس مالي هذا المفهوم يتحلل الآن لأن مقومات هذا النظام مقوماته في معظمها معتمد على الاقتصاد وعلى الهيمنة على المؤسسات الدولية نعم يعني المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية هذه المؤسسات الآن تنهار يعني أمريكا على سبيل المثال انسحبت من معظم المؤسسات الدولية الهامة انسحبت من اتفاقيات كيوتو المناخ وقررت أن لا تمول بعد الآن منظمة صحة العالمية وهي على مشاكل دائمة مع اليونيسكو والأونورواء وتعتبر أن الأونورواء قد انتهى وقتها وهذا نوع من العهر السياسي هذه القضايا لو جمعتها مع بعضها البعض مع الانهيار الاقتصادي الكبير انهيار حقيقي بطالة حقيقية نوع من التفكك في الشركات والمؤسسات والمعاني حتى معاني التطوير انتهى الآن ضربت في أعماقها أصبح التطوير نوع من الوهم لكن دكتور ألا تعتقد أن هذا مبالغة؟ يعني أن نقول أن انسحاب الولايات المتحدة من هذه المنظمة أو من هذه الاتفاقية سواء كان المناخ أو اتفاق الصواريخ مع روسيا أو غيرها هي تحولات كبيرة في العالم تجعل من النظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ينهار لا انهيار مفاجئ في أي حركة وفي أي مرحلة من الراحل الدولية يعني حتى تشكل هذا النظام الدنيا قضت من سنة 1948 لليوم للألفين حتى نشأ هذا النظام لا يمكن أن يتحلل بين يوم وليلة لكنه سيضعف إلى درجة أن يصبح إما موازيا لنظام آخر هو النظام الصيني وإما مشارك معه يعني لن يبقى لن تبقى الهيمنة الرئيس بالية الأمريكية كما كانت قبل كورونا طيب تسمح لي هنا أخذ رأي دكتور عماد ودكتور عماد مصطفى دبلوماسي وسفير سوريا وعمل في الولايات المتحدة الأمريكية فترة طويلة وعمل أيضا في الصين كدبلوماسي والآن نستضيفه بصفته يعني باحث ويعني ناخد رأيه بالقضايا الدولية كمفكر سياسي وليس كدبلوماسي يمكن هذا يعني أفضل دكتور عماد تأخذ راحتك أكثر أعلم وسائل حياك الله دكتور فيه النخب الفكرية والسياسية والثقافية دكتور أحمد أيضا هنا فيه للستوديو فيه ثمة تقاطعات وأن اختلفت في التفاصيل تتحدث عن أن بنية النظام الدولي تذهب باتجاه إعادة تشكل من جديد هناك قوى صاعدة هناك قوى بدأت تأفل لكن حقيقة حتى هذه اللحظة فيه تحليلات أكثر ما أنه يعني وجود أدلة قاطعة على هذا النمط هذه استشراف هذه توقعات لمرحلة ما بعد أزمة كورونا وما أحدثته من تأثيرات في الأنظمة لكن هل هذا الكلام أو هذه التحليلات هي قطعية يعني بمعنى أنه هذا ما سيحدث فعلا أم لا نحن نرى ملامح ونحلل على أساسها أنا أوافقك الرأي أعتقد أننا نرى ملامح ونستشرف التوجهات لا يمكن أن نقطع بصورة جازمة لأننا نتوخى أن نكون علميين لا أن نبالغ في التوقعات ولكن المؤشرات كلها أو معظمها لنقول تشير بهذا التوجه أنا أريد فقط أن أذكر بشيء النظام الرئيس مالي الغربي أولا هو نظام متعدد الأوجوه وليس نظام وحيد الوجوه وحيد اللون وهو يخرج علينا بلبوس جديد كل عقد من الزمن فمرة هو نظام لبرالي ومرة هو نظام محافظ ومرة هو نظام عالمي ومرة هو نظام ارتكاس على العالمي بإسم اللبرالية الجديدة فهو قادر دائما على تغيير لبوسه بما يخدم مصالحه وأهدافه وأهداف القوى المسيطرة على هذا النظام ولكن أنا ما أريد أن أقوله أن التهديد الحقيقي الذي واجهه النظام الغربي طبعا قضية كورونا قضية بلغة الأهمية ولكن التهديد الحقيقي هو ما يلي كانت الأنظمة الغربية الرئاسمالية تقول في السابق قد نكون نحن ولدينا عيوب كثيرة جدا ولكننا النظام الوحيد الذي يعمل انظروا إلى النظام الاشتراكي على النمط السوفيتي إنه نظام فاشل إذن على العالم كله لا يجلسون نموذج وحيد هو نموذجنا يجب اللحاق بهذا النموذج هذا هو النموذج الوحيد المتال الصين شكلت تهديدا عميقا جدا جدا لهذه المقولة لهذه الأطروحة لأنها وبنموذجها الخاص بها المختلف جذريا عن نظام الرئاسمالي الغربي حققت نظاما ناجحا بل ناجحا جدا جميع المعايير دون استثناء صحيح أن الصين اليوم هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولكنها أكبر قوة صناعية في العالم وبشوط كبير جدا الولايات المتحدة تأتي بمرحلة بعيدة نسبيا في الناتج الصناعي الكلي بالمقارنة مع الصين إذن فجأة المنظومة الرئاسمالية الغربية هي وقبل أزمة كورونا أزمة كورونا جاءت لكي تفتق الجروح كلها أما قبل أزمة كورونا المنظومة الرئاسمالية الغربية أدركت أن كل طروحاتها السابقة بدأت تتعرض لتهديد خطير وحقيقي وهو موجود نموذج آخر نموذج بديل وقد يكون نموذج أنجح لذلك نحن نرى أنه حتى قبل جائحة كورونا بدأت كثير من دول العالم مثل بريطانيا والولايات المتحدة البرازيل ونمازج أخرى بالارتكاس من النظام العالمي الذي يدعو إلى فتح الحدود وعبر الحر لرأس المال وكما تعلمون أكثر إلى نظام حمائي إغلاقي قومي شوفيني هذا الرأي دكتور عماد أيضا يتقاطع مع رأي لمايكل هيرش في الفورن بوليسي وهذا الرأي كتب في عشرة آب من شهر الثامن 2019 العام الماضي يقول مايكل هيرش دول العالم بدأت في عهد ترامب تتصرف وكأن لا وجود للولايات المتحدة هذه الدول ظلت تتبين بشكل متزايد أن واشنطن في عهد ترامب لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة وليست لديها رغبة حتى في التعرف إلى مصالح الآخرين شعار ترامب الشهير أمريكا أولا تحول إلى أمريكا وحدها فقط العزلة الأمريكية بدأت عام 2017 بإعلان ترامب انسحاب بلادهم اتفاقية باريس للمناخ ثم انسحابه عام 2018 من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وكذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة رسمية من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي كان ريغان وقرباتشوف وقعها للحد من البرامج النووية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دكتور أحمد هذا يتقاطع مع ما قلته ما قاله أيضا الدكتور عماد ان التحولات تتظهر في زمن كورونا وفي أزمة كورونا لكن هذه التحولات بدأت قبل هذه الأزمة ما أود سؤاله هنا أنا تحديدا حول موضوع هذه التحولات وأزمة كورونا ألا تعتقد دكتور أحمد أن أزمة كورونا على العكس لم تسرع في انهيار هذه الأنظمة أو النظام الرأسمالي أو الهيمنة سياسات الهيمنة خاصة الولايات المتحدة إنما أعطت انذارا لهذه الأنظمة كي تصحح مسار الرأسمالية يعني العيوب الموجودة في النظام الرأسمالي أزمة كورونا تعطيها الآن فرصة لتصحيح مسارها لسد الثغرات لتصحيح العيوب وبالتالي الاستمرار بشكل يمكن نحن أمام نيور رأسمالية جديدة بلا عيوب بعد أزمة كورونا في الأنظمة أو في حياة الشعوب لا يوجد شيء اسمه تغيير مفاجئ بناء على وباء مر وقتل مجموعة أو أصاب ملايين نعم التغيرات التي ستحدث في العالم هي نتائج لمقدمات حدثت وانتهت يعني النظام الرأسمالي الاستعماري وإذا أردنا أن نأخذ له مثالين واضحين صارخين الاستعمار الفرنسي في أفريقيا والهيمنة الأمريكية على الشرط الأوسط على سبيل المثال هو على الشرط الأوسط وغير الشرط الأوسط هذا النمط من التوحش السياسي الرأسمالي لا يمكن أن ينتهي فجأة لأنه في كورونا هذا سيأخذ سنوات وربما عقد من الزمان حتى يتضح شكل آخر من النظام الرأسمالي نفسه يعني الولايات المتحدة الأمريكية لن تختفي كدولة عظمى بين ساعة وآخرى ستبقى دولة عظمى سيبقى أكبر اقتصاد في العالم ستبقى أكبر قوة تحتوي على أكبر سلة عمولات وأكبر كمية من الدهب ومن الألماس ومن البترول ومن إلى آخره لكن البنية الرأسمالية المؤمن لها أن تسيطر على العالم ضربت ضربت البنية نفسها يعني الآن الأمريكي في آخر استطلاع من أسبوع 55% من الأمريكان فقدوا الثقة بترامب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن كل الوعود الحقيقة والوعود 55% من الشعب الأمريكي يرفضها لكن هنا تسقط النظام دور أحمد هنا فيما يخص أمريكا ألا تعتقد أن المسألة هي مدة زمنية مؤقتة مرتبطة بعهد دونالد ترامب يعني الولايات المتحدة تعيش استثناءا في عهد ترامب في عهد أوباما كان في دبلوماسية التعاون المشترك مع القوى مع أوروبا تشارك اللغة دبلوماسية قوة ناعمة تستخدم في مناطق متعددة والدليل على ذلك الانتفاق النووي الذي وقع مع إيران 2015 في عهد أوباما يعني ممكن تكون هذه فترة استثنائية عهد دونالد ترامب عهد دونالد ترامب ككل رئيس مثله مثل بقية الرؤساء الأمريكان له ستيك له جزء من الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسات لها جزء وزارة الخارجية لها جزء وزارة الدفاع لها جزء يا سيدي الكريم ترامب حاول أن يتحول إلى بلطج يرضي الشعبوية الأمريكية جبلهم مصاري سيطر على عقول الناس هدد هنا أخذ أموال من المملكة العربية السعودية أخذ أموال من كذا أخذ أموال من كذا لعب بأمريكا الجنوبية حاول محاولات كبيرة جدا وهذه المحاولات أيضا جزء من الأنظمة ومن المؤسسات الأمريكية نعم فلن تكون التغيرات يا أخي الكريم مؤقتة أو استثنائية أو استثنائية يعني إذا إجاء رئيس مقبل للولايات المتحدة المسار سيستمر المسار سيستمر ولا يمكن أن يقف المسار هذه أضيط كورونا وكورونا هز من الهزات لكن النظام بحد ذاته قد نخر وأصبح فيه ما يقضي عليه طيب دكتور عماد قبل أن أنتقل إليك أخذ رأي أيضا برز في الأسبوعين الماضيين رأي هنريكي سينجر في الوال ستريت جورنال سنعرض الرأي الآن لوزير الخارجية الأسبق في الولايات المتحدة يقول فيروس كورونا سيغير النظام العالمي للأبد أن الأضرار التي ألحقها تفشي فيروس كورونا المستجد بالصحة قد تكون مؤقتة إلا أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أطلقها قد تستمر لأجيال عديدة قادة العالم يتعاطون مع الأزمة الناجمة عن الوباء على أساس وطني بحت لأن تداعيات التفكك الاجتماعي المترتب على تفشي الفيروس لا تعترف بالحدود أن الجهود المبذولة لمواجهة تفشي الوباء رغم ضخامتها وإلحاحها ينبغي أن لا تشغل قادة العالم عن مهمة أخرى ملحة تتمثل في إطلاق مشروع موازن للانتقال إلى نظام ما بعد كورونا دكتور عماد رأيك بهذا الكلام وليش بالضرورة لماذا الآن بالضرورة الحديث عن الانتقال إلى نظام عالمي جديد ولكن بسيادة صينية أو بتفوق صيني في العالم ما هي العوامل التي تجعل الصين فعلا تقود العالم وتطوي صفحة قيادة الولايات المتحدة للعالم رغم أنه كما قال الدكتور أنه ستبقى الولايات المتحدة دولة قوية سؤالك غني ومتشعب وفيه الكثير من النقاط لنبدأ إذن أولا أنا أوافق الدكتور أحمد الولايات المتحدة لا تزال لديها الكثير والكثير من أسباب القوة الكامنة فيها لأسباب تاريخية ولأسباب ذاتية موضوعية واقعية ولأيضا لسيطرتها على ناصية التقاني العلوم والتكنولوجيا ولسيما شق الإبداع التكنولوجي هذه حقائق لا نستطيع بسهولة تناسيها نقطة أخرى قبل أن ننتقل إلى مقولة كسينجر أنا عندي اختلاف في وجهة النظر إذا سمحت أن أقولها أنا لا أعتقد أن أوباما كان الحالة الطبيعية وأن ترامب هو الاستثناء العكس هو الصحيح ترامب هو الوجه الحقيقي والطبيعي لأمريكا أوباما كان حالة استثنائية لبس قناعا رقيقا ولكنه لم يكن يخدع إلا السداج فأنا أعتبر أن مرحلة أوباما ليست المرحلة الأمريكية الحقيقية وأن مرحلة تجميلية لم تستدام ترامب بكل سياساته الفجة والفضة وسياسة الغوغاء وقطاع الطرق ويمثل الوجه الحقيقي للتاريخ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في المائة سنة الماضية على الأقل منذ ثيودور روزفولد الآن نعود إلى مقال السؤال الذي طرحته حول كيسنجر يعني أنا لا يسرني أن أوافق كيسنجر على أي رأي مهما كان ولكن هنا هذا الرأي الحقيقة ليس رأي خاص بكيسنجر هناك إجماع من قبل المراقبين والمحللين السياسيين هو عبر عنه مثل ما يعبر عنه معظم المحللين السياسيين نعم هذا صحيح هناك انهيار كامل وتام وشامل بسبب كورونا ليس الفيروس بحد ذاته وإنما ردود فعل وطرق وطرق مقاربة أنظمة الحكم ودول العالم ولسيما الغربية منها لأزمة كورونا ستؤدي إلى تغيرات جذرية في المظام العالمي الذي عرفناه سابقا هذا لا يعني أن بلايات المتحدة ستزاه وأن الصين ستقود العالم أولا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا الصين بكل عمق وبكل جدية لا تريد أن تصبح قائدة للعالم وهي تعبر عن ذلك بكل وضوح لا يوجد عندها غموض في هذا الدور الذي كانت تلعبه بريطانيا وفرنسا في العصر الكولونيالي ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الإمباريالي هو دور قطعا ترفض الصين رفضا تاما وجذريا أن تلعبه بعدهما هي تريد أن تكون دولة فاعلة هذه النقطة دكتور تحديدا موضوع قيادة العالم أو دور الصين المحتمل الخارجي عندما يكون هناك اندفاعة صينية غير مسبوقة باتجاه خارج حدود الصين عبر مشروع الحزام الطريق الذي يمر من عدد من كبير من موانئ وشواطئ ومدن العالم هذا يحتاج فيما بعد إلى فائد قوة إلى بين قوسين هيمنة ربما في بعض الأماكن لحماية هذه المصالح الاقتصادية موضوع أن تكون الصين قيادة العالم أو تندفع خارج حدودها لتلعب دور في بعض المناطق سيكون أمرا حاصل تحصيل سيكون أمر تحتاج الصين وربما لا تسعى إليه سيفرض عليها الدراسة المتعمقة للأيديولوجيا الصينية السائدة اليوم والجلسات المطولة مع المسؤولين الصينيين في نقاشها المطولة والتتبع الدقيق للفكر السياسي الصيني يجعلني أستبعد على الأقل في غضون العشر سنوات القادمة تحول في النظرية الايديولوجية الصينية لنفسها يعني هي لا ترغب بهذا الدور كلامك صحيح جدا الحزام والطريق يمثل انطلاقة صينية عالمية غير مسبوقة في تاريخ الصين في كل تاريخ الصين حتى تاريخها الأمبراطوري التليد القديم عندما كانت الصين أكبر وأقوى وأغنى دولي في العالم لم تكن تدخل في دول العالم هذا له علاقة بأمور ثقافية وحضارية أعتقد أن الحديث عنها الآن صعب بسبب المدة الزمنية المقلوبة ولكن أريد أن أقوله أنه ببساطة نظرية الحزام والطريق يعني النظرية وراء مبادرة الحزام هي مبادرة بسيطة للغاية من الصين أنه عندما يزدهر العالم المحيط بي أصبح أنا أيضا أكثر ازدعارا بدل أن أنهب ثروات الدول الفقيرة أنا أساعدها على النمو فتزداد التبادلات التجارية معها تزداد علاقاتي معها تشابكا وأصبح أنا أكثر استفادة ولكن هم يستفيدوا أيضا هو تعميم الخير وتقاسمه لأنهم يؤمنوا بمصير مشترك بدل من نهب الآخر وإفقاره وإزلاله وفرض الشروط عليه فالنظرية الصينية الحقيقة بالعمق في نظرية الحزام والطريق لنظرية إذا أنا كان جيراني كلهم فقراء كيف سينأكس فقرهم علي من يكون مفيدا لي ولكن إذا ساعدتهم ببناء بنتحتية متطورة وشبكات التبادل التجاري والمعرفي والمهني والاقتصادي والمالي والمصرفي فهذا يعود علينا كلنا بخير دكتور عماد تسمح لي أنتقل إلى فاصل مشاهدين دكتور أحمد أيضا ثم نعود بعده مباشرة لاستكمال نقاط أخرى مطروحة في هذا المجال مشاهدين فاصل نعود بعده مباشرة إن شاء الله تحية من جديد مشاهدينا في لعبة الأمور نتحدث عن العالم ما بعد كورونا ومستقبل النظام الدولي عطفا عما كان يتحدث به الدكتور عماد مصطفى من بكين حول الصين وبوضوع الهيمنة أو الحاجة إلى قوة لحماية مصالح اقتصادية تندفع الصين للاستثمار بها على مستوى عالمي أو بمشروع عالمي مثل مشروع الحزام والطريق فيه كتاب صدر لجوزيف ناي بعنوان مستقبل القوة الكتاب صدر عام 2013 لكن وكأنه الآن يتحدث عن الآن يقول الكاتب ضرورة إعادة النظر في زعامة جديدة تكسر منظومة الأحادية القطبية القائمة على القوة العسكرية التي أثبتت فشلها في بناء نظام عالمي مستقر والاتجاه رأسا نحو البحث عن نظام بديل نعتقد أنه سيكون متقاسما على الأقل ستشارك في توجيه دفته الزعامات الشرقية والقوة الاقتصادية ناعمة مثل الصين يقول الكتاب أن الولايات المتحدة في مكان الصدارة مستقبلا ولكن من دون هيمنة دكتور أحمد نعم في مكان الصدارة ولكن دون هيمنة بالنسبة للصين يعني توافقا مع الدكتور عماد لكن بالاتجاه الآخر يعني بالاتجاه المعاكس الصين لن تتمكن من إقامة نظام عالمي تبز به النظام الأمريكي أو تتفرد به في العالم ما لم تسلك نفس السبل المتوحشة التي سلكتها الرئيس المالية العالمية يعني في يوم من الأيام إذا فكرت الصين أن تنتشر في العالم شمالا وجنوبا وأن تسيطر أن تعمل الآن الصين عندها انترنت خاص فيها الصين عندها منظومة صناعية خاصة بها عندها نصف مليون براءة اختراع بيتنسي كل سنة هذا الصين نعم تتميز به الصين لا تقيم حروب الصين تفتح أسواق نعم هذا يميز الصين لكن في مرحلة من المراحل سوف تكون الصين كالولايات المتحدة الأمريكية أو ستجبر الصين على أن تكون كالولايات المتحدة الأمريكية وربما أكثر منها حدة ووحشية في المحافظة على تفوقها العالمي سواء في الاقتصاد ولا في الاختراعات ولا في الانترنت ولا في الامتيازات السرية ولا في التسلح لأن كل هذه القوى يا سيدي الكريم كل هذه القوى شيطانية ليس فيها معايير أخلاقية وهنا تشترك الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين في المفهوم المادي للتطور أو السيطرة هنا أنت تختلف مع الدكتور عماد ما أعرف إذا كان عنده تعليق طبعا أنا أختلف معه بمحبة شديدة تسمح لي أسمع تعليق منه ونعود إليك دكتور عماد يعني من يقرأ تاريخ الصين خلال الأربعة آلاف سنة الماضية يرى أنها إحدى أقل أمبراطوريات تاريخ حروما الأمور معقدة لها علاقة بالنظرية الكونفوشيوسية ولها علاقة بعلاقة الأسر المتداخلة يعني أنا بس سأعطي مثال على عجالي ولكن لا أريد أن أضيع الوقت بهذه المنية الصين فيها ترابط عائلي عميق جدا وكل أسر لديها ولد واحد فقط هذا الولد هو الذي يرعى الأب والأم عندما يتقدموا في العمر الأب والأم هم الذين يربون الحفيد والحفيد هو يرعى الجدوس جدا إذا خاضت الصين حرب ومات جندي واحد في هذا الحرب دمرت عائلة بأكملها في الصين لا يعود لديها شخص يرعاها ولكن أيضا بسبب المعتقدات الكونفوشية وهي متغلغلة في عمق في عمق الدمير الصيني يعني العائلة عندما تفقد نسلها يعني تفقد حظها في إعادة تجدد في حيوات كثيرة قادمة أنا لا أريد الآن أن أضيع الوقت المعتقدات الصينية أريد أن أركز على ما يلي نظرة بسيطة جدا جدا إلى حجم الإنفاق العسكري الصيني بالنسبة للموازنة العامة الصينية وحجم الإنفاق العسكري لدول ليس لا نقول الولايات المتحدة هذا أمر مفروغ دول مثلا مثل السعودية بالمقارنة دخل القومي سترى كم هامش الإنفاق العسكري الصيني صغير جدا جدا بالمقارنة مع هامش الإنفاق العسكري هذا يقولني لسؤال دكتور عماد وسأعود به إليك لكن أريد أن أطرحه على الدكتور أحمد لأن حضرتك مختص بقضايا الاقتصاد الصين قوة اقتصادية صاعدة والصين اقتصادة قوي ويكاد يتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية لكن هل تعتقد دكتور أحمد وكما يقول العديد من الكتاب اليوم الريادة والقيادة والآخر الاقتصاد وحده قادر على صناعة قيادة العالم يعني صحيح الصين قوة اقتصادية لكن القيادة أو قيادة العالم تحتاج إلى أكثر من الاقتصاد يعني اليوم عندنا الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا تتعلق بالعالم الحر الديمقراطية الثقافة الأمريكية التي غزت كل العالم الأسلحة أيضا موضوع التسلح والقوة العسكرية التي تتفوق فيها الولايات المتحدة الثقافة يقال أن الثقافة الصينية أو اللغة الصينية أو حتى لا يمكنها أن تنتشر في العالم يعني اليوم البرغر يعني هيك يقال أنه أنت البرغر ممكن يعني كل الناس تأكل برغر لكن الثقافة الطعام الصينية يعني مع احترامنا لكل الشعوب يعني صعب تنتشر في العالم يعني أنت تريد أن تقول أنه ما هو بديل العولمة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت الصين أن تمثل دور القيادة في العالم أنا أريد أن أقول بأنه قيادة العالم ليست اقتصاد لكن الجانب الاقتصادي جانب هام قيادة العالم تمثلت في موضوع في الخمسين سنة الماضية على مراحل تمثلت في قضية تطوير معاني العولمة يعني الآن القوة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية هي سيطرتها على برامج ونظم مراقبة الدنيا عبر الإنترنت نشر فكرها عبر الإنترنت نشر الهامبيرجرز تبعتها والثقافة الأمريكية وكل هذه عبر الإنترنت يعني الآن قد تستغرب أو يستغرب المشاهد ويستغرب كثير من الناس إذا قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيرها العولم الشيطاني عندما تفحص عندما تفحص الناس لمرض الكورونا تستفيد من هذا الفحص اللي هو البي سي آر تستفيد منه في صناعة الشبكة الوراثية للعالم النظام العولمي الأمريكي نظام شيطاني واستطاع أن يهيمن على العالم سواء شئنا أم أبينا هو مسيطر على العالم أنا دغري إذا أريد شيء أريد أن أذهب على جوجل وجوجل أمريكية هنا العولمة وصلت فعلا كما يكتب اليوم إلى نهايتها نحن أمام نهاية العولمة والدول أو القوى بدأت تعود إلى الحالة الوطنية والدولة القوية لا يسى ذلك الدنيا انتهت من العولمة الأمريكية المتوحشة الآن سيحل محل العولمة الأمريكية المتوحشة عولمة دولية مشتركة يعني بيصير اتنين انترنت موجود انترنت في الصين وموجود انترنت في أمريكا وبيصير في جهازات الاتجاهين في التفكير تفكير الأمريكي في الهيمنة والحرب والاتجاه الصيني في الهيمنة لكن عبر الأسواق والإنتاج يعني الذي سيحدث في العالم ليس زوال وتحلل الولايات المتحدة الأمريكية ولا العولمة وإنما تبدلهما معا لصالح نظام مشترك عالمي جديد تمام طيب هنا سأعرض فقط آراء مجموعة من الفلاسفة والمفكرين عن العالم ما بعد كورونا كتب كثير طبعا لكن اخترنا بعض الفلاسفة والمفكرين تحديدا من أوروبا العالم ما بعد كورونا الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك يقول الشيوعية الجديدة هي الحل لإيقاف هذا الوباء الناتج عن البربرية العالمية فيروس كورونا هو الحد الفاصل بين عالم وآخر وأن نهاية المنظومة الرأسمالية سيكلف ثمنا باهضا من آلاف الأرواح وملايين الإصابات في سبيل شق البشرية لطريق جديد أما الفيلسوف الفرنسي إدغار موران يقول يجب التفكير في مسار جديد البشرية غير العقدة النيوليبرالية يعيد الاعتبار لقطاعات الدولة وخدماتها الصحية والاجتماعية ويقطع مع سياسات التقشف التي تضررت منها المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية هذا الفيلسوف الفرنسي الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفري تدعيات وباء كورونا أصبحت تفرط تجدد النظرية الماركسية للتخلص من نيوليبرالية بإنتاج صيغة ماركسية جديدة تخرجنا من بوتقة الثنائية وتنتج الفكر النقدي الذي من شأنه مواجهة كل أشكال التسلط ضد الفئات الصغيرة المضطهدة بوصفهم درجة ثانية أيضا الفيلسوفة الألمانية سيفينا فلاس بوهيلر الأزمة منحت الناس فرصة للتفكير في عيوب الرأسمالية والحاجة للنضال طويل ضدها وإنجاز ثوءرة عظيمة تعيد التفكير في العناصر الفردية لهذا النظام وتضعه في دائرة المسائلة أيضا من الآراء عالم المستقبليات الألماني ماتيس هورس بدأنا نوجه انتباهنا مرة أخرى إلى الأسئلة الإنسانية ما هي البشرية ماذا نعني ببعضنا البعض لم تعد الثروة تلعب الدور الحاسم فجأة الجيران الجيدون وحديقة الخضروات المزدهرة صارت أكثر أهمية إذن هذه هي الآراء مشاهدين لبعض الفلاسفة ما أعرف دكتور عماد إذا لديك تعليق على بعض ما عرض من هذه الآراء لكن كلها تتقاطع بأنه ثمت تحولات كبرى وعميقة قادمة صحيح الحقيقة هذه آراءة مهمة جدا وأعود إلى ما قلت لك أنه هنري كيسنجر لم يأتي بجديد معظم المفكرين العالميين جاءوا بهذه الطروحات وهذه طروحات مهمة جدا لا شك أن أزمة كورونا قد أسقطت ورقة التين الأخيرة عن النظام الرأسمالي الغربي المتوحش ما يجرى في الولايات المتحدة يعني فضيحة تاريخية للولايات المتحدة طريقة إدارة الصين لأزمة كورونا في الصين وطريقة إدارة الولايات المتحدة لأزمة كورونا في الولايات المتحدة يعني تمثل السقوط الفاضح والمدوي يعلى صوت ممكن للمنظومة الحكم الغربية الرئاسمالية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية أنت ذكرت قبل قليل مفكر أمريكي سياسي اسمه جوزيف ناي جوزيف ناي يتحدث عن الصوفت باور كما تعلم ومن أنصار الصوفت باور وأنه لابد منظور نظام عالمي جديد تكون فيه السيطرة ناعمة وليست فضة وخشنة على الطريقة الحالية الدكتور أحمد أيضا أشار إلى أمور مهمة وأنا أوافق الرأي وأوافقك أنت بتروحاتك الولايات المتحدة لا يتقف هيمنتها فقط على قضية التفوق العسكري وعلى قضية غناها الاقتصادي وإنما على مجموعة متعددة من طرق الهيمنة الناعمة استخدامها للقوة الناعمة بأفلام هوليوود بمأكلاتها الرديئة التي تسمى مكدونالد علم أن المأكلات الصينية التي تباع في الغرب لزب كثير وأنجح على كل حال هذا غير مهم ما أريد قوله هو أن لا شك أن الصين مهما حققت من تفوق اقتصادي كبير وتفوق صناعي كبير وهي في العشر سنوات الماضي حققت خروقات مهمة في مجال الإبداع العلمي والتقاني يعني الإبداع التكنولوجي ولكن هي توجد كثير من أسباب القوة الناعمة التي لا تزال تفتقدها مثل صعوبة نشر اللغة الصينية مثل صعوبة نشر العادات الصينية مثل لا يزالهم لا يتقنوا لعبة التواصل مع الآخرين يعني التعبير عن أفكارهم لا يجدوه بسهولة لا يعرفوا تسويق صورتهم تسويق الإمج الذي تتقنه هوليوود لكن هل هذا ممكن دكتور لاحقا تجاوز هذه العقبة؟ هو ممكن بس أنا مصر أن المنطلق الصيني مختلف ومغاير كليا فكريا وفلسفيا وإيديولوجيا عن المنطلق الغربي المنطلق الأمريكي الولايات المتحدة منذ نشأتها المبكرة كانت تتحدث عن الأمريكا الاستقنائية الأمريكية وعن عبء الرجل الأبيض وعن دور الذي يجب أن تلعبه أمريكا كقائدة للعالم هذا حتى قبل أن تصبح قائدة للعالم أما الصين فهي بدون توقف وعبر تاريخها تقول نحن لا نريد أن نتدخل مع العالم الكارجي فقط نريد أن نتاجر معه نعم دكتور تسمح لي هذا في جزر الحضارة صيني سأنتقل إلى قضايا المنطقة أيضا تأثيرات ما يجري على الشرق الأوسط على الدول العربية لكن قبل ذلك سأعرض الاستطلاع سؤال الحلقة هل ستنتهي الوحادية القطبية الاستطلاع على مختلف صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر نعم ستنتهي هذه القطبية 74% 26% لا فيسبوك 68% نعم 32% لا انستجرام 70% نعم كلا 22% لا تقريبا فيه إجماعة دكتور أحمد طحان أو فيه توجه في الرأي العام أنه تنتهي القطبية ربما يكون هذا تمني أكثر ما أنه وقائع أو تحول عندي نقطة واحدة فقط في الموضوع الدولي قبل أن تقل إلى الموضوع هنا في المنطقة فيه نقطة تتعلق بالتقسيمات أنه والله الدول الديمقراطية تعاملها مع ما تسمى طبعا دول ديمقراطية أو الدول الرئاسمالية تعاملها مع جائحة كورونا كان فاشلا في إدارة الأزمة بينما دول أخرى كانت تعاملها ناجح فيه رد من المفكر والكاتب الأمريكي فرانسيس فوكوياما تعرف أنت نظريته عم تنهار الرجل حاليا يقول أنه في هذا الصدد أن الخط الفاصل في الاستجابة الفعالة للأزمة لا تضع الأنظمة الاستبدادية في كفة والديمقراطية في كفة أخرى فالعامل الحاسم هو الأداء ويعطي مثال على ألمانيا وكوريا الجنوبية كوريا الجنوبية هي نموذج ديمقراطية أو قوة ديمقراطية على العكس الصين كما يقول فوكوياما لكنها استطاعت تعامل مع الأزمة بشكل أفضل بكثير يضرب أيضا مثال ألمانيا يعني المسألة ليست أنه في أنظمة رأس مالية فشلت وأنظمة غير ديمقراطية أو شمولية نجحت المسألة تعلق كيف أنت تعاملت مع الأزمة أي أن كان نظامك النظام ليس له علاقة يقول فوكوياما أول نقطة الأولى أنه فوكوياما وكيسينجير هذه يعني هما من بقايا المنسحقين انتهينا منهم خلاص عملوا دور إجرامي فكري وسياسي وانتهينا منهم الآن النقطة التي أريد أن أعرضها وهي بغاية الأهمية برأيي أنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم عبر العولمة الرئيس مالية المتوحشة نشرت قواتها في العالم كلياتها ابتزت العالم كلياته كذبت ودمرت إلى آخره قضت على شعوب بكاملها سواء في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية عندها مصاعب في الاستمرار في هذه الهيمنة نحن نقول أنه قد تكون الصين قد تكون الصين بديلا إما للتفرد كالولايات المتحدة الأمريكية أو لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في نظام متوازن الآن ننسى وأخونا الكريم سعد السفير لازم يعني النقطة عنده هناك توجهات إنسانية راقية في الشرق خصوصا يجب علينا أن نفكر فيها لماذا لا تبعث هذه التوجهات ويكون هو الاتجاه الثالث يعني لازم تكون إما الصين وأما الولايات المتحدة الأمريكية هي النظام شو بتقصد بالشرق هنا يعني يا أخي الإسلام الإسلام سياسات عظيمة يمكن أن تحل محل هذا الضياع المادي الموجود في أمريكا ما في إسلام لاحقا كموجه الإسلام كان ضيية كأيدولوجيا تركني من خلافاتهم وتركني من دولهم لأن دول ضعيفة وإلى آخر يبادي لما هذا الفكر الرئيس المالي هو الذي أنتج الولايات المتحدة الأمريكية الفكر الامبراطوري المالي هو الذي أنتج الصين قد يكون هناك فرصة وإحنا لازم ندعمها للفكر الإسلامي أن يتبلور وأن يظهر إنسانيته الأخلاقية وإمكانياته الأخلاقية في حل مشاكل الناس في حل مشاكل الشعوب ممكن طيب خلينا أريد أن أسأل أسئلة سريعة بس دكتور أحمد دكتور عماد في سؤال يتعلق بإمكانية صدام عسكري في ضوء هذه التحولات ترجح ذلك أن يكون هناك صدام عسكري دولي أستاذي الكريم أول شيء أريد أن أقوله أنه النظام محادي القطبية يكاد أن يكون قد انتهى أسدل السيطرة عليه ولكن لا أعتقد وأنا شخصيا لا أعتقد أنه سيحل محل نظام ثنائي أو ثلاثي أو متعدد القطبية تتعاون فيه الدول الدول التي كانت مهيمنة في النظام وحادي القطبية لن تكون مهيمنة بعد اليوم ولكنها ستكون أكثر توحشا في المستقبل ستكون أكثر عدوانية وأكثر حرصا على أن تدعي لا تزال هي قوة مهيمنة تأثير ذلك على ملفات المنطقة سوريا إيران العران إلى آخرين نعم نعم طبعا نتيجة ذلك ستصبح الدول التي كانت مهيمنة سابقا ولم تعد مهيمنة بعد كورونا ستصبح أكثر شراسة أكثر عدوانية ونعم أكثر وحشية لذلك صحيح أنها أكثر ضعفا ولكنها ستكون أشد أشد تنمرا وهذا يتطلب مننا إذا نحن في منطقتنا أن نتوقع فترة قادمة من ناحية تكون صعبة قليلا ولكن ناحية تانية أن نكون أكثر استعدادا لا أن نكون مرتاحين أن الولايات المتحدة وقد أصابها ما أصابها ستنشغل الآن بمشاكلها أعتقد أن الحذر يصبح الآن أشد والتيقظ أشد وهذا معظم الفعاليات السياسية والقوى السياسية على الأقل على ما أعرفه في محور المقاومة هذا ما تدركه جيدا إذن نعود الآن إلى هذه النقطة هل سيكون هناك صدام عسكري ولنقول بين الصين والولايات المتحدة أنا لا أرجح حدوث صدام عسكري نحن نفهم أن الولايات المتحدة تدرك والصين تدرك أن أي حرب بينهما ستكون باهظة التكاليف مدمرة ومؤذية للطرفين ولكن بسبب شدة التوحش والتغول الأمريكي في المرحلة القادمة قد تحدث أحداث غير متوقعة تخرج عن السيطرة احتكاكات مناوشات يتم تدارك ولكن التوتر سيزداد ويتصاعد دون توقف دون توقف انتهى الوقت خاصة الصراع العربي الإسرائيلي إذا أمريكا أفلت أو ضعفت فإن هذا سيؤثر على إسرائيل أخي كريم الولايات المتحدة الأمريكية في عز عن صرتها جاءت إلى المنطقة العربية بالويلات أنا أذكر أنني كنت من المعلقين على حرب العراق سقوط 2003 مع الصحاف في كثير من الوكالات الأنباء والتلفزيونات ورأيت وتابعنا كيف عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير العراق وعلى تدمير مستقبل العراق وهذا الإجرام سوف يستمر إذا لم تتنبه المنطقة إلى الدور الأمريكي المتوحش ونحن أيضا راقبنا كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة في تدمير سوريا العظيمة نحن نعلم ونتابع ومتأكدين أن الأنظمة الرئيس المالية المتوحشة هي التي دمرت بلادنا وهي التي تقوم الآن في أسوأ وأحقر دور فيما يسمى بصفقة العصر في فلسطين بيع فلسطين مد غزة إلى سيناء إلى آخره بيع الشعب الفلسطيني لذلك نحن عندما نتحدث عن القوى العظمى يجب علينا دائما أن نفكر بالتيار الثالث نحن التيار الثالث نحن أصحاب هذه المنطقة أصحاب الشرق نحن العرب يعني إسرائيل في حالة ضعف ستكون مستقبلا إسرائيل ليست في حالة ضعف لكن نحن في حالة الضعف إسرائيل محتل سيبقى متعنجه وسيبقى متنمر نحن عندما نقوى تقوى المقاومة الحقيقية نحن الذين سألنا أشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد طحان البحث شؤون دولية حضورك هنا في السوديو سعد السفير دكتور عماد مصطفى سفير سوريا في الصين كنت معنا واشارة من بكين أشكرك أيضا جزيلا شكر على هذه المشاركة معنا لعبة الأمم انتهى مشاهدين نلقاكم بعد شهر رمضان المبارك بإذن الله هذه آخر حلقة قبل الشهر الفضيل كل عام وأنتم بخير رمضان كريم إلى اللقاء المترجم للقناة اشتركوا في القناة